في اليوم الثاني عقدنا اجتماعا طارئا وحضرت أغلب قوى الإطار في هذا الاجتماع واتفقنا على إجابة تبلغ إلى سماحة السيد الصدر من قبل السيد المالكي تليفونيا واتصل السيد المالكي بسماحة السيد وأبلغه الإجابة أننا من حيث المبدأ ليس لدينا اعتراض على أصل الفكرة والموضوع لكنها بالتأكيد تخرج من خلال الكتلة الأكبر ونحن نعتقد أن الكتلة الأكبر هي يجب أن تكون الكتلة الشيعية وهو المتعارف عليه طيلة الثمانية عشر سنة الماضية هنا صارت شوية مناقشات شون هذه الكتلة وشون تترتب وجملة اقتراحات حتى وصلنا إلى رسالة مقترحة من قبل السيد حول آلية تشكيل هذه الكتلة بين الكتلتين الكبيرتين رسالة شلون؟ العفو يعني هو رسائل تبادله السيد الصدر والسيد المالكي تليفونات ثم رسائل بعدين رسائل شلون؟ هذا بعد اجتماعكم ثاني يوم بعد اجتماعنا فبالليل استمرت الاتصالات كان أيضا الأخ رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي جزء من هذه الاتصالات باعتباره اعتصالاتنا تليفونية أكثر باعتباره قريب من الطرفين هو جزء من التحالف الثلاثي وهو لا زال يمتلك علاقات طيبة مع قوى الإطار وهو يمثل اليوم رئيس السلطة التشريعية بعد أن تم انتخابه أصبح رئيسا لكل أعضاء مجلس النواب رئيسا لمجلس النواب العراقي صحيح فهو يمارس دورة من هذا الموقع الذي هو فيه أيضا وهنا جاء الاقتراح بأن يذهب وفد من الإطار للقاء سماحة السيد في الحنانة لإكمال هذه التفاهمات باعتبار أن مجرد اتصال السيد الصدر بالسيد المالكي وهذا التبادل بالاتصالات والرسائل هو يمثل انفراجة كبيرة في الانسداد الحاصل بالعملية السياسية وكذلك مثل ما أشرت حضرتك القطيع السابقة وعليه يجب أن ينعكس هذه الانفراجة على إعداءنا السياسي